طيب هنروح للسكواش السكواش جوه النادي الاهلي انتعرفين حضراتكم ان احنا عندنا مجموعة من اللاعبين ليهم مراكز عالمية مصطفى عسل قفز قفزة كويسة بقى في المركز التاسع وكان في الاثناشر بقى في التاسع وعندنا يوسف سليمان قفز عشر مراكز بالتصنيف العالمي مصطفى عسل طبعا لعب المنتخب ونجم الاهلي نجي في المركز التاسع يعني هو بقى له فترة على التاسع بس هو كان الاول في الاثناشر وبعد كده راح التاسع ومذال في التاسع مصطفى قدر طبعا يحافظ على مركزه وبقى له محققه في الشهر اللي فات وفدر الشهر ده انتعرفين كل شهر بيطلع لايحة جيدة بالتصنيف وعارفين انه وصل كمان لدور التمانية من بطولة علام الدولية للسكواش في بريطانيا ولبصينا كمان على التصنيف هنلاقي يوسف سليمان لعب النادي الاهلي قدر يعمل قفزة كبيرة عشر مراكز وصل للمركز الـ 20 بعدما كان في المركز الثلاثين